مجدداً أبين تدخل في مربع المواجهات بين ميليشيا الانتقالي والجيش الوطني التابع لشرعية اليمنية والخلفية للأحداث هنا وفق مصادر ميدانية تقول إن قوات الجيش الوطني شنت هجوماً مباغتاً على ميليشيا الانتقالي المتمركزة في جعار نتج عنه سيطرة قوات الجيش على المدينة قبل أن تعاود وتنسحب إلى الجبال المحيطة لتأمين تقدمها وفق ما ذكرت ذات المصادر أما الحصيلة فكانت سقوط عشرات القتلى والجرحى جراء احتدام المعارك مصادر ميدانية أكدت وصول أعداد كبيرة من القتلى والجرحى إلى مشاف جعار وزنجبار وسط نداءات للتبرع بالدم مضيفة أن مدنيين قتلوا خلال المواجهات وسط مدينة جعار كما تعرض طفلان للدهس بدورية عسكرية في منطقة الجول وأشارت إلى أن سكان القرى الواقعة في مناطق المواجهات أطلقوا نداء استغاثة للأطراف المتقاتلة بفتح ممرات آمنة لهم وسط اشتداد القصف المدفعي هذا وكانت مدينة أبيان قد شهدت فترة من الهدوء الحذر بعد فرض هدنة من قبل القوات السعودية قضت بوقف تقدم الجيش نحو العاصمة المؤقتة عدن والعودة إلى الأرويقات السياسية لبحث اتفاق الرياض العاثر